الخبر اولي عادنا عن شيريني بيوتي وصابتها بالكورونا فنزلت هذا الاستوري تقلي شكلها مكورنا بالاستوري اللي بعدها كانت تتحكي بي واضح ان هي مريضة فالله شفيها يا رب ان شاء الله ما بيها اللي خير والعافية لتسنوا يا حبايب نتدعوها بالكومنتات ان شاء الله ما يكون بيها الكورونا والله شفيها يا رب ننتقل الحالين يا حباب عن التسريب الخطير عن ليش بيسان شد تبتين برحة بالاستوري وتهجمان او انماء القاسي على شركة حيدر غيتارة طيب اسميش خاصة اللي شافوا مقطعا برحة يعرفوا ايش يمدحك بالضبط فان يا حباب توصلت بواحد قريبين من شركة حيدر غيتارة وحسب ما عرفت يا حبايب انه انس الشايب تنتذاب هذا الاستوري اللي نزله انه احساس بيسان رفضوها من دخول الاردن نسبة حصل كورونا وانما شركة حيدر غيتارة هم المنعوها من دخول الاردن وهذا سبب المحاكم لهواي على بيسان اسماعيل وطبعا هي مقاعدة شركة بالاردن وطبعا ان الشايب هم من نسل الشيهم يقدر يدخل ال اردن لان هو اساسا نوعا ما حيصير مطلوب دوليا انتربول ياب يا حبايب هذه معلومات كلها حقيقية اول مرة رح تعرفوها بالاضافة انه بيسان اسماعيل لشركة حيدر غيتارة بالاقد مالتها يمنعوها من ان تصدر اي اغنية لها او حتى تطلع على اي مسرح فهذا اللي خلالها تطلع من والفرد للمواهب اقصد البرنامج طبعا هذا الشي لاحي اذيها يا حبايب طبعا هي خطيئة ولكن من نهاية يا حبايب هذا هو القانون والقانون هو فوق الجميع فمن يقدر نسوي اي الشي للاسف من يقدر نساعد بيسان لان هذا هو القانون وقانونوية شركة حيدر غيتارة روحها لي الى احمد وبرب يا حبايب والمقابل النارية اللي سواه وليكشف بها هواي من الحقائق بنسبة الاول شي يا حبايب اللي هو النصار يقول ويحتاج المشكلة ويهي نارين بيوتي ويقول انه هي نوعا ما متكبره وشاف النفس انه هي اهم وحدة بالمجتمع بسبب المشاكل اللي ما بينهم يا حبايب قال انه هو حالي نوقف يحل هذه المشاكل لان حول بالسابق وهم رفضوا ان يحلون المشاكل رقم ثلاث نارين بيوتي نصيحة الكل ما بتمحور حوليكي هاي مشكلة الجيل هذا الصاعد مش عارف كيف تربوا بطريقة انه الكل ما بتمحور حوليهم وميك كثير اشي مهم احنا كلياتنا بشار في هالدنيا بسيطين بسيطين وحنيجي وحنروح ومش لهذه الدرجة ما احد لهذه الدرجة مهم ايجابية في محتوى تلوع تقييم المحتوى من عشرة خمسة الشخصي كيف تنتقد وانفولو ابصر شو بتعمل دراما وانا لو اني شفتها بالشارع كان سلمت عليها ولو انها لو شفتها بالشارع محتاجة مساعدة حكون اول واحد بساعدها طب هاي اللي انت بتحكي عنا حاليا يعني بتحكي انه انت صار مشاكل شخصية بينكم نعم جدا جدا الى اليوم ما انخلت مطلت احاول اصلح المشاكل بها بس مثلا شي يا حبايب بعض الاشخاص صاري التهمون هو انه انه ان ما تهجم على ابو فل وصار يتهم انه هو حرامي او نصاب لما صار يقول انه يعرف بعض الاشخاص اللي سوا حملة خيرية وصار ياخذون الفلوس من هذه الحاملات وحسب ما نعرف يا حبايب انه هو الصديق الوحيد ابو فل اللي سوا حملة خيرية فهل ياتره هو اي قصدة ما ادل الصراحة عاكون احطكم لك تشوفوا حملة ابو فل الخيرية اللي جمع فيها مليون دولار شفناك عملت حملة خيرية ايضا في كينيا هل فعلا في جهات خيرية بتتواصل معكم لمصالح مشتركة بلشوا يعني زمان ما كانوا هلأ الجهات الخيرية بلش يفهموا انه هاي الطريقة الجديدة الحملات الخيرية هاي هل يوجد نسبة للمنظمة وللمشهور اللي بكون من التبرعات اللي بتجيكم للمشهور المفروض لا حسب معرفتك لو المشهور كان شخص وقح ممكن يطلب وكا من ناحية بزنس تاند بوينت فهو بطلع له المفروض نسبة تمام لانه هو بتعب قاعده بشتغل بس انت جاي تعمل خير فالمنطقة انك ما تاخد انا بحياتي ما اخدت على اي اشي مع انه عرض علي ااخد نسبة من التبرعات وبعرف الناس ان عرض عليهم واخدوك وبعرف الناس ان عرض عليهم واخدوك بسم الثالي يا حباب اللي هو صار يضح بعض اليوتيوبر المشاهير اللي يطلبوا من عندين هو يطلعي هبدهم او يطلعي بسخر عليهم مادر من ان توقعوني يا حباب يخصوك بالضبط رحطوكم اللي تشوفوها قبل بانه في ناس طلبوا منك انك انت تنتقدهم هذا حكي صحيح طبعا طب الناس هي معروفة جدا في اليوتيوب اليوم اللي انت اللي كانوا يطلبوا منك انك تنتقدم طبعا معروفة جدا مثلا اني بعتلي اسماء الاسبوع الجاي في اغنية يلا بدتشوف ردت فعلك بدتشوف شو حكي وبالختام عن احمد ابو الروب الصبايا حبايب فتتحها بقناة عائلية بعنوان قناة عائلية جدا رحطوكم رابط قناتها بالوصف يا حبايب رحو اشتركو بيها حانين به 270 الف مشترك الف مبروك ان شاء الله عقبال مليون يا رب وطبعا رحو اشتركو بيها ننتقل حاليا لعمر ابو الروب يا حبايب والتهجم على ناجي القاق اسم انه هو نزل المقطع مالتك قبل المقطع عمهد ابو الروب الخطوبة مالتك بيوم واحد ناجي القاق نزل المقطع مالتك وصعر يتهمني نوعا ما انتسبو هاد شي بس عمود المشاهدات راتكم اللقscale شوفوها منحترف الوع barrier حبايب ان ينزل المقطع بعد ابو الروب ننتقل حاليا солوني هي حابب هناיו تنزل haiٌ هر ستوريا كان ديال من خلال انو رح نزلنا مقطع اليوم اساعة بالاربعة رحكونوا انعيد ميلادة و افضلوه غريق وسيقولك شي مفاجئ به يمكن قزة على جيد قمر الحفلة عاكم رحطوكم الستوري شوفوه جماعة بكرة من احلى الفيديوهات ممكن يعني بتنزل لك بالقناة حفلة عيد ميلاد وراح تشوف المتابعين كيف اجوا وكيف عطوني هدايا وبتشوفوا فيها صدف كتير ومفاجآت بالحفلة شيرا هيب وكان الزلت غني دي ويك كتير حلو التصوير كل شي بكرة ننتقل حاليا القمر طايب يا ريا حبايب وتنزلهم نفس الستوري ويا بعض اللي هو عن حفلة وعي الكفوري لحصيل باسطنبول ويا رحمة ريار اكتبوا بنا بالكومنتات هتوقعوني حل تقوني بعض اولا وبصولة حول انها وصلت البغطة اتمنى اقوى عجبكم من سوى الفجر وهذا بغطة باللاكات وباسبت لانكم في اجتماعي اخذ منك القصص احبكم ومع السلامة